السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في الدرس السابع لغة الاستعلامات البنائية SQL الجزء الثاني كما تشاهدون فهذه خريطة وحدة قواعد البيانات ونحن هنا في الدرس السابع لغة الاستعلامات البنائية SQL وسنتحدث اليوم عن الروابط وعن إنشاء الفهرس وتحديد العلاقات بين الجداول أهداف الدرس تعريف الفهرس وإدراك أهميته التعرف على خطوات إنشاء فهرس في SQL القدرة على تحديد العلاقات بين الجداول والتعرف على طريقة كتابة الأمر لتحديد العلاقات بين الجداول أولاً تعريف الفهرس وإدراك أهميته هو جدول مرتبط بالجداول العادية فكما هو معروف في الكتب يوجد فهرس هذا الفهرس من خلاله تستطيع البحث عن أي موضوع أو عنوان وبالتالي معرفة الصفحة التي تتضمن هذا الموضوع والذهاب إلى الصفحة بشكل سريع بينما إن لم يوجد فهرس وتبحث عن موضوع معين في كتاب فيجب عليك تصفح كل صفحات الكتاب إلى أن تجد الموضوع الذي تريده إذن الفهرس هو يقوم به نفس العملية هذه ولكن على الجداول وبالتالي هو يسهل ويسرع من عملية البحث في الجداول وفي قواعد البيانات كما هو الحال في الكتب بالطريقة التي نبحث بها عن موضوع معين بالكتب بشكل سهل وسريع أهميته تسهيل عمليات البحث والاستعلام وكذلك يمكن باستخدام الفهرس تعيين المفتاح الأساسي للجدول ثانياً أتعرف على خطوات إنشاء الفهرس في SQL هذه الصياغة التي نستخدمها لكتابة أمر إنشاء الفهرس create index ثم نعطيه اسم ثم عبارة on ثم تليها اسم الجدول الأساسي الذي سنقوم بعمل الاندكس له أو الفهرس وبين قوسين نضع اسم الحقل الذي نريد أن يكون هو المفتاح الرئيسي في ذاكي الجدول يعني في جدول عميل نريد أن يكون customer number هو المفتاح الرئيسي فنضع customer number بين قوسين بعد اسم الجدول وآخر جزء من هذا الأمر هو عبارة with primary with primary إذن بهذه الطريقة هذه الصياغة للأمر والآن قمت بنسف لسق الأمر وتنفيذ الأمر من خلال run إذن قمت بتنفيذ الأمر وسنلاحظ الآن التغييرات التي تحدث أو حدثت في جدول العميل سأقوم بالضغط باليمين أو right click على جدول العميل ومن ثم أختار design view نلاحظ أن customer number أصبح بجانبه إيقونات مفتاح صغير وهي دلالة عدنه أصبح هو المفتاح الرئيسي في هذا الجدول وقد تم ذلك من خلال أمر الاندكس الآن لو لاحظنا جدول المنتج الذي أنشئناه في البداية نلاحظ أن تصميمه لا يحتوي على مفتاح رئيسي لأننا عندما أنشئنا هذه الجدول في الجزء الأول لم نحدد primary key أو المفاتيح الأساسية لأي منهم ونقوم بذلك الآن باستخدام أمر index هل تستطيع أنشاء الفهرس الخاص بجدول المنتج لنحاول معا هناك بنية أساسية لن تتغير عندما تنشئ الفهرس create index ثم نعطيه اسم on دائما ثابتة يأتي بعدها اسم الجدول وهو المنتج أحسنتم ثم بين قوسين ماذا يأتي يأتي اسم الحق الذي نريد أن نجعله مفتاح رئيسي في هذا الجدول وأخيرا عبارة with primary إذن هذا هو الأمر النهائي الآن سأقوم بتنفيذ الأمر من خلال run ونلاحظ في الرجوع للتفحص الأمر يمكن الذهاب إلى تصميم المنتج ونلاحظ الآن أن رقم المنتج أو product number أصبح بجانبه آيكونة المفتاح وذلك للدلالة أنه أصبح المفتاح الرئيسي في جدول المنتج ثالثا القدرة على تحديد العلاقة بين الجداول قمنا بالجزء الأول من الدرس بإنشاء جدول العميل وجدول المنتج سنقوم الآن بإنشاء جدول الطلب وهو يحتوي على order number customer number وproduct number سنحدد أن يكون order number أو رقم الطلب هو primary key أو المفتاح الرئيسي لجدول الطلب سنقوم بإنشاء جدول الطلب ومن خلال إنشاء الجدول ومن خلال نفس الأمر في إنشاء الجدول سنحدد العلاقة بين جدول الطلب وجدول المنتج والعلاقة بين جدول الطلب وجدول العميل وليعمل ذلك سنستخدم جملة constraint وهي عبارة نستخدمها مع create table يمكننا من خلال constraint تعريف الأفتاح الرئيسي وتعريف المفاتيحة الخارجية وإنشاء العلاقة بين الجداول في نفس الأمر للتذكير الروابط أو relationship بين الجداول هي بين جدول العميل وجدول الطلب واحد إلى متعدد وتكرار حقل رقم العميل في جدول الطلب والرابط والرابط بين جدول الطلب والمنتج هي واحد إلى متعدد أيضا بتكرار حقل رقم المنتج في جدول الطلب هذا المثال لدينا هنا create table عادية لا يوجد فيها أي شيء جديد create table اسمه persons ثم نفتح القوس ولدينا أربع حقول id last name first name age وكل له نوعه وما يخصه من إن كان أساسي أو غير أساسي الجديد هنا هو هذه الجملة المضلل حواليها بالبرتقالي وهي constraint ثم اسم constraint أو اسم القيد pk person ممكن أن نسميها أي اسم بشرط أن لا يكون بينه مسافات ثم جملة primary key ثم قوسين ثم نحدد داخل القوسين اسم الحقل الذي نريد أن نعينه ك primary key أو كمفتاح رئيسي هنا في هذا المثال حدد أن يكون هناك مفتاحين يعفوا هناك حقلين مع بعض يكونان المفتاح الرئيسي وهذا جائز وشائع في قواعد البيانات بشكل عام إذن constraint هي عبارة عن جملة لتحديد وضعية الجدول من حيث المفتاح الرئيسي مع المفتاح أو مع جملة primary key ثم بين القوسين اسم الحقل الذي نريد منه أن يكون مفتاح رئيسي لهذا الجدول الآن نأتي إلى الأمر الذي سنستخدمه لإنشاء جدول الطلب سيبدأ بشكل طبيعي create table ثم اسم الجدول الطلب وأقواس البداية والنهاية والفاصل المقوطة في آخر الأمر الحقل الأول هو order number رقم الطلب هو عبارة عن integer أو رقم ثم بعدها أضفنا جملة constraint constraint ثم حددنا ثم حددنا اسم constraint pk order number يجب إلا يكون مسافات بينهم كما اتفقنا ثم صيغة primary key إذن بهذه الحالة أنا عرفت الحقل في البداية عرفت نوعه ثم أضفت جملة constraint وحددت أن تكون constraint وأن يكون هو مفتاح رئيسي وهذه طريقة أخرى عن المثال السابق أيضا والآن الحقل الثاني أو الجملة الثانية اسم الحقل product number وهو من نوع رقم أو integer ويجب أن يكون معبأ لا يترك فارغ ثم أضفنا كلمة constraint لتحديد constraint أو ربطه مع جدول آخر سميني constraint fk product number ثم نضيف جملة references وهي ثابتة في هذا الأمر ثم اسم الجدول الذي سيرتبط به جدول الطلب إذن سيرتبط هنا جدول الطلب بجدول المنتج وبين قوسين اسم الحقل في جدول المنتج الذي سيرتبط بجدول الطلب إذن سيرتبط product number من جدول الطلب بproduct number من جدول المنتج وهذا ما يحدد العلاقة واحد إلى متعدد واحد من جدول المنتج إلى متعدد في جدول الطلب وكذلك الحال بالنسبة للحقل الأخير اسمه customer number من نوع integer لن يكون فارغ وفي constraint نعطيه اسم ثم نضيف جملة references ثم اسم الجدول الذي سيرتبط به جدول الطلب وهو العميل في هذه الحالة وبين قوسين اسم الحقل الذي سيرتبط بجدول الطلب إذن سيرتبط جدول العميل بجدول الطلب من خلال حقل الكستمر نمبر في جدول العميل مع حقل الكستمر نمبر في جدول الطلب وبالتالي تكون علاقة واحد إلى متعدد واحد في العميل إلى متعدد في الطلب إذن بهذه الصيغة استطعنا إنشاء جدول وتحديد العلاقة بينه وبين جدولين آخرين في نفس الأمر استخدمنا هنا جملة جديدة وهي Constraint وReferences وبهذا الإطار أو الترتيب يمكننا تنفيذ الأمر الآن بسهولة إذن هنا الأمر قد نسخته وسأشغله الآن نلاحظ مباشرة أنه تم إنشاء جدول الطلب فأذهب إلى التصميم لأتأكد من نجاح العملية Order Number وهو مفتاح رئيسي ثم Product Number ثم Customer Number إذن تم إنشاء جدول الطلب بنجاح الآن أريد أن نتأكد من العلاقات والروابط بين الجداول سأذهب إلى تبويب Database Tools ثم Relationships سنلاحظ وجود الثلاث جداول بكامل تفاصيلها بأسماء الحقول بالحقل الرئيسي في كل منهم وأيضا سنلاحظ وجود العلاقات أو الروابط بينهم واحد إلى متعدد بين الأمين والطلب وواحد إلى متعدد بين المنتج والطلب وكل هذا تم باستخدام الأوامر من الجزء الأول والثاني إلى هذا اليوم إذن في الملخص تعلمنا اليوم ما هو الفهرس وما هي أهميته كيفية إنشاء فهرس في SQL القدرة على تحديد العلاقات بين الجداول وكيفية كتابة الأوامر لتحديد العلاقات بين الجداول أرجو منكم أعزاء الطلاب أن تقوم بهذه التدريبات العملية لتتمكنوا من هذه المهارات الهامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة